إلى سينما الآن على بعد أيام من افتتاح مهرجان الفيلم العربي بوهران تم الإفساح عن بعض الخطوط العريضة المسطرة لهذا العرس الثقافي العربي برنامج ثاري سيميز عودة طبعة ثامنة طبعة ستكرم أسماء فقدتها ساحة الفنية السينمائية الجزائرية والعربية الباهية وهران تتزين لاستقبال الحدث السينمائي الأهم في المشهد الثقافي الوطني أيام قليلة تفصيلنا عن انطلاق مهرجان الفيلم العربي لدورة 2015 في طبعته الثامنة مهرجان وهران للفيلم العربي ونحن نطالبون بأن ننجح هذا الحدث الإداعي والفني الهام وهو بلا شك سيكون رهانا لنجاح الثقافة الجزائرية في أن تبسط حضورها على الصعيد العربي وهو مهرجان اكتسب الآن قيمته من أهمية ما يوفر من إمكانات وأشكر القائمين عليه وفي مقدمتهم الأخ ابراهيم صديقي والفريق العامل معه النشيط وأنا متابع هذا بشكل جيد الحريصون على أن يكون هذا المهرجان نقلة نوعية في الاهتمام بالسينما والاهتمام أيضا بكل ما يتصل بالسينما تحضيرات جارية بطبيعة الحال على كل المستويات وكل الوراشات اللي رهي مازال مفتوحة شوي فيما يتعلق بمسابقة الأفلام والجنة تحكيم انتهى أمرها وستعلن في الندوة الصحفية عما قريب المشاركين سواء في المسابقة الرسمية أو بالموازاة مع المسابقة الرسمية في المهرجات تقريبا كل وطن العربي حالي نجوم عرب وأتراك ضيوف شرف في المهرجان فمن حظ جمهور الفن السابع وعشاق السينما في وهران أن يلتقي وجه لوجه مع نجوم لا طالما استمتع بمشاهدتهم عبر الشاشات فنجوم وسلسل حريم السلطان سيكونون حاضرين بقوة في هذه التظاهرة التي تحتفي بطبعتها الثامنة بالسينما التركية تركيا ضيوف شرف وكنا قد أعلننا عن ذلك ونحن نحذر لاستضافة تركيا بشيء من النفع والمعرفة التي يمكن أن نقدمها على الدراما والسينما التركية والنقد السينما التركي السينما المصرية هي الأخرى ستكون حاضرة في وهران بألمع نجومها على غرار الفنان نور الشريف يحيى الفخراني وأيضا ليلة علوي وسوريا الجارحة أبت إلى أن تحضر المهرجان بأسماء لطالما رسمت جمالية السينما السورية كممثل جمال سليمان سلافة وخرجي وأخرون فنانون كبار صنعوا تاريخ السينما العربية لكنهم رحلوا ووهران اليوم تتذكرهم وتتذكر أعمالهم الخالدة لذا اختارت تكريمهم في هذه الطبعة الروائية الجزائرية أسيا جبار وصندرلة الفن الجزائري فتحة بربار إلى جانب الفنان المصري فتن حمامة الذي سيعرض لها فيلم تسجيل بعنوان الفاتنة التحضيرات الحثيثة لهذا الموعد والشخصية الهمة التي ستحضر تعد محفزا كبيرا من أجل حضور هذا العرس الذي سيتوج فيه كل من السينما والفن والإبداع العربي ترجمة نانسي قنقر شكرا